يلعب النقل البري دورا محوريا في تنمية اقتصاد مملكة البحرين مما يجعل تنظيم وتطوير هذا القطاع بشكل مستمر أمر ضروري نعم ماريام وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بالعمل بكل جهد من أجل إدخال أحدث التقنيات الفعالة وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع للوصول إلى أهداف المملكة في تسريع التنويع الاقتصادي وتوفير النقل العام للمواطنين والمقيمين والزوار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية فتحت أفاقا واسعة للعديد من القطاعات في المملكة من ضمنها قطاع النقل وتحديدا النقل البري الذي يلعب في الرؤية الاقتصادية دورا حيويا من جهة ويحقق أهدف التنمية المستدامة من جهة أخرى الحكومة أولت اهتماما كبيرا بضرورة تطوير وتفعيل وسائل النقل العام وقد حققت وزارة المواصلات والاتصالات تقدما ملحوظا في تطوير وسائل النقل العام من خلال توفير نظام نقل عام فعال ومتطور تم تطويره مع تطوير البنية التحتية لتسريع التنويع الاقتصادي واستقطاب مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الخدمات العامة وذلك ليتسنى توفير حياة أفضل للجميع من المواطنين والمقيمين والزوار كما قامت الوزارة بوضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير نظام النقل العام في المملكة بما يشمل رفع كفاءة البنية التحتية ورسم السياسات والقوانين بشأن تنظيم النقل البري بالإضافة إلى الإشراف على مشغلي قطاع النقل العام لتحسين مستوى الأداء والكفاءة لتحويل النقل العام إلى وسيلة نقل بديلة قابلة للاستمرارية رؤية واضحة تهدف للأصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة من خلال خطة استراتيجية لقطاع النقل البري لتحسين وتطوير أنظمة ومشاريع النقل الجماعي وتحسين قطاع النقل العام لتوفير خيارات بديلة للمواصلات العامة في مملكة البحرين